السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اقول لك اي حصلت كان رجل اسمراني ماشي هو دخل في مشكلة اسمه جيكوب بلاك اسمه جيكوب بلاك اسمه جيكوب بلاك ناس كان بقول في ناس كان بدربة بعض فهو حاول تسلم بينهم هو حاول وايفهم كان بدربة بعض ده كلام من الناس انا مش بقول كلام ده صحنا بس بقول ده كلام من الناس بعد كده احنا شوف اي حصلت بعد كده من الفيديو انت شايف شورت امريكي حاولت مسحكو مش عرف لي هم حاولت مسحكو بس الفيديو بيبدأ من هو الشورتة امريكي بحاول مسحكو عشان حبسوا عشان دخلوا في سجنة فهم حاولت ومع دارشة مسحكو كويس فهو مشت منهم مشي مش غيري مشت منهم فواحي من الشورتة طلع مسدس بتاعه مشي فجاي وراعه بمسدس مشي وبشعه مسدس الى ذهره فهو كامل مشي الى عربية مشي فشورته مشي وراعه غيره عربية فهو فتحت الباب بتاع عربية وبنزل تحت فشاكله فشاكله هو روش انت تعرف انت تعرف ان الناس عنده عربية لو حصل مشاكله وامروه العربية يفتع باب وبمد دقيده تحت انت بفكر هو هايجيب اصايا هايجيب السكينة هايجيب المسدس انت فكروا هايجيب هاق ويرقع ارقع به فالشورتة بعضه هو فتحت الباب ومد دقيده تحت عنده كرسي فشورته مسكه مسكه من هدومه من خلف وبدأ درب نار درب نار في الرغداء في الظهر ماشي فناس كانت اعلنين ماشي بموقف حصله ماشي ففي مشاكل من ناحيتين اول حاجه في مشاكل بين الناس عبيد وصمر في مشاكل اصلي بين الشورته وشعب وبين الناس اسبراني وناس عبيد كذا فدي زادة مشاكل زادة مشكله فكثير من الناس مش ببوس على اي حصلة دموقف بالذب اي حصلة لكن اسبعين كتير غلطات من ناحية الرجل جايكوب بلايك ومن ناحية الشورته مش عارف بس ماشي بحاول كلم وحاول الصرف باسلوب مش عارف بس ماشي ماشي منهم روه الى عربية وحاول وافتاة باب فعلا ومدى ايده تحت كرسي انت فكر ايها ايها حصل روه اصلي بشعب مسدس اليك من ورايك الى ظهره وانت فكر هو ايعمل ايه لو انت مشي منه هو بقول ويف ويف وانت مشي منه وهو بشعب مسدس الى ظهره وانت تفتاة باب عربية ومدى ايده تحت كورسي انت فكر ايها حصل فسبحان الله روه مكانش كيف من هاها حصل عليه ومش لو حصل ودي مثلا روه مش بو ويف ورفع ايده وقول خلاص خلاص ولو ضرب نار عليه ودي الشرط غلطان باس باسلوب ماشي منه وراتي العربية وفتاة الباب مدى ايده تحت كورسي خليني مشاكل من منه هو فداد حصلت وناس داعلنين اوي فشان كده انا بقول لكم اي اخبار اي حصلت في امريكا هذين فداد خلي الناس في كرة تسلة ام بي اي باسكتبول مش عايزين يلعبوا وبعد الناس في بعض اماكن اخر بعد وحتى واحد من الموزيع مش عايز اشتوه في يوم ده فلسه في مشاكل في امريكا مش موضوع كورونا باس موضوع افريقا سوريا وكل قلم ده فالحمد الله اللي دين الاسلام وكفاء بها نعمة والحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ناس مش بشوفه لون الناس وبيعظون هو احسن منه عشان لونه او هاد بفكر هو احسن من هاد عشان لونه او عشان اهله او وظيفته او فلوسه ما يفعش الا بالتقوة الله لا ينظر الى جسامكم وصوركم ولكن ينظر الى قلوبكم وعمالكم سبحانك الله مواق بهمنك وشهر وان لا ايه اللي الا انت استغفرو بطوبة والسلام والاكورة السلام عليكم